لقيت فيه يعني فيه كشور فعلا ومتاكل ممكن يكون يديس الاحمر دي درجة أولى آه عامل كمان أحمر يا دكتور ميون بوه وسعدي جيب دم بقى لما طبقة الجلد تتاكل لأن كنت مصرة أن كنت المادة دي تقعد تتلامس الفكرة كلها أن أنا بعمل إيه؟ مادة تعمل عزل صحيح العزل مش هيبه 100% يعني هو العزل لأن لما يجي يحصل تبول يكون فيه زيت زتون أو أي مادة كريمية أو زيتية يوم البول ما يتغلغلش الأنسك ما يختارش يبقى صحيح جزء هيسايح الكريم وهيخش بس بدرجة أقل كده يتحط طبقة سميكة من تحط طبقة سميكة وتعملي مرات كتير وبرضو العي لما يقل على الحفاظة يسيبوه يتهوى شوية لأن برضو خلي بالك البول فيه أمونيا غاز نشادر إنت لو تشوفي غاز النشادر ويجي مخارع على عينيك إنيك هتحمر أبالك عمال بقى يبهدل في الجلب في حاجة تانية الحساسية من الحفاظة نفسها أيوه يعني الحفاظة نفسها ممكن يكون العي اللي عنده حسية منها لها الجناب اللي اللازق فيها البلاستر يبتدي يحصل له حسية فيها ويهرش فيها أو يبتدي يحك أو يبقى محمر كده دي بحتاجة تدخل كورتزوني يعني مرم كورتزون خفيف كده وتغيير نوع الحفاظة إذا غير نقول الحفاظة وما كانش فيه مشكلة يبقى لازم أحط حاجة قطنة تعزل لإما فعلنا داخلية رجالي قطن يتقص منها حتى تعطيها لإما أسوأ الفروت كلينيكس في الجنبين دول لو كان هو ده السبب يعني عشان خاطر بس تعمل عزل بين الحاجات الاحتكاك بين الجلد واللي حتى مكان الحفاظة ده يعني فيه ناس بتبقى أطفال حساسة جدا من ناس بتبقى كبار يا دكتور في الحتة دي وبذات ان فيه ناس تيجي تقولك أنا خرجة من الشتاء من لبس الشتوي أنا جسمي بيتقطع لوحده من الصوف وعندي حسية من الحاجات الصوف وحاجات اللي هي بتتلبس غير قطنية علشان خاطر تدفينا في الشتاء دي برضو بتخرج يا دكتور هي بتختلف من حد لحد يعني هو الموضوع كله فيه ناس عندها حسين ده اللي هييل بالصوف ويلاقي عنده مشكلة وعلى فكرة انت ممكن يبعندك حسية من بلوفر معين لان خامته وتركيبته مختلفة عن البقية أيوة صحيح او بجامع او البوليستر مثلا حتى تلبسة تلاقيه كمان هو يوح جاكس كتير عشان الفروة بتطير وتخش في الانت تجيوا بالانت فتعمل تهييج علوة كمان ان كنت في بعض الملابس تلبسية تلاقيها مدخلة سخنية مش دافة عاملة حر جوه زي زي البوليستر وفيها يعني برا رب يستخدموا اللي هم حاجات تحت الصفر بيستخدموا جواكد خفيفة جدا وتقول ده زي ده هيدا بسبب ان هم بيستخدموا ألياف معينة هي اللي بتطلع الحرارة هو الموضوع اللي الناس لازم تاخد بالها ان اللبس بالتجربة يعني مثلا ايه انا عندي بجامع بتعمل لي حسي ادور على ايه الخامة بتاعتها او ابعادها التكت مثلا اللي بتحط ايوه قد كده ده ده بيعور يا ده كله ألياف صناعية ايوه بيعور يعني الطفل بيبتدي يعمل كده تلاقي فيه دايرة حمرة في ظهره كده في الحية تادي ده سبب التكت الغريب ده عشان كده بعض الحاجات الأجنبية بحطوا التكت ورا هنا في الجامل صح في الجامل اه صحيح لو على الهدومه هيعمل برضو حسي ايو عشان خاطر برضو لانه خامته بليستر مية في المية ام التكتات فبالتالي برضو دي ناخد بلنا منها اه فيه ناسة اول ما بتجيب الحاجة الجده بتشيل التكت بتقصه صح عشان خاطر بس لو ماركة لوحد بيستخسر عشان يبالي عشان يبالي طب دكتور ايش عايزة رجع لبرضو لبعض النقاط كده مهمة اه ان فيه ناس تجي تقولك انا من القشرة شعري بيقع وانا من القشرة يعني حتى كمان رجالة مش البلد بس هو انا قلت ان الشعرية اصلا في منشقها جوه الغدة الدهنية واللي مسؤول عن القشرة الغدة الدهنية فاذا لما يحصل فيه خلل او حكة او كلان الجدر بيتوتر او لو حتى طلع دهون كتير ياخدها ياخد الشعرية وتقعها وعلى فكرة صوت الشعرية من القشرة بتنزل بجدره ايوه مش بتقصر تلاقيها اه الحتة البيضة فيها الحتة البيضة دكتور الحتة البيضة دي فعلا بتانمتاني ايو بس هي دي الجدر فعلا هو الشعرية تعرفة فيه خلايا كده اللي بتعمل الجدر فعمل الجدر حلو كده لما بتقع الخلايا دي بتعمل واحدة تانية اه لكن معناه انه مش هيتلع بدي لا هيتلع بس شعر ده من من اصعب الحاجات اللي تقدر يتأثر عليها يدوى بيوقعه نهائي ولا اي ما مفيش هو الشعرية يعني بتاخد كيمياء والشعر بيقع بيرجع لوحده ومع انها مفيش ولا شعرية لا بس ليه هعمل وراسي مثلا زي الناس لعندها صلع الصلع والكلام ده ده جين بيحصل ضمور في الخلايا اللي انا قلتلك عليها دي يعني الشعرية هي الجدرة هو الخلايا دي بيحصلها ضمور 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 فما بتقدرش الت بس دلوقتي فيه علاجات فعلا للصلع يا دكتور يعني فعلا فيه متاج بسيه علاجات للصلع بس بأضرارها بأضرارها لكن الحركة اللي بعد الآضرار والكلام ده هو الزرع الزرع ناس كتير قابوا دلوقتي زرعين وفنانين وعاديين وكل وموجود دلوقتي في مصر موضوع الزرع الزرع كان يعني في مصر قليل بس دلوقتي كتير يعني في بلاد كتير جدا شغالها نشاره بتركيا مثلا بس احنا في مصر بقت الموضوع صحيح بسيط جدا يعني الدكتور الكبير ما بيعملوه ده بيبع عنده دكتور صغير هو اللي بيعملوه موضوع بسيط بس هو بياخد وقت يعني الدكتور مش هو في 6 ساعات ولا 4 ساعات ايام الزرع يعني هو عنده لو عمل كشوفاته لو هو دكتور كبير لكن الصغير بيجيب فلوس يعني من خلال موضوع الزرع كانت خاطر توقيت الزرع طبعا من الحاجات الكويسة يعني اللي هي بس هو في الفيميل او ستات بيبقى اقل شوية لان الراجل بياخد من ورا شعره يحطه قدام لكن الستة هتاخد من هنا تحط من عايزة ده يعني وفي التوقيت ده مش هينفع تلبس بابا وريك ولا كلام ده كله عشان هي غلط اه طبعا هو الزرع فيه زرع تاني بيبقى زرع صناعي بس مشاكله كتير اه يعني ما جيبش حاجة من بره وحطها لان دي مشاكله كتير لكن الزرع الطبيعي مني انا نفسي فبالتالي الجسم مش هترود ولا هيعمل مشاكل وبيبقى امن اه طب نرجع تاني الموضوع البشرة والجلد وبالذاتين في بعض الامرار زي ما احنا بنقول طب من ناس بتبقى فصل الشتاء وإحنا خارجين من الشتاء وناس تجي تقولك احنا فصل الربيع دلوقتي انا بين الفصول ده لازم مش عريقه يا ترى لها علاقة بالفصول ولا لها علاقة بان احنا كنا صايمين ومناكل تغذية من السريمة وفعلا اصصر زي ما حداك بتقول هي كل حاجة بتبتزي من الداخل مش من الخارج زي في الخريف كده الشجر يقع مسلا الورق يقع هو بص حضرتك هو في حاجات بره السندوق يعني بره العلم قوي يعني يعني مثلا في واحد بيكتائب في فترة معانا بالسنة الاجتائب ده يوقع الشعر في واحد فترة معانا بالسنة ما بيباش مبسوط اللي قال الابراج والنجوم يعني مش شغلتي بس هي فيه الموت بتاعك ما بيباش مستمر على طول اه فعلا ما بيباش حسن حالي اه انا احب مثلا والشمس مش موجودة وفيه ضباب كده واحد يقول لك بيجيلك بيجيلك كتئاب رهيب ايه ان يشوف المنظر ده اه او الدنيا بتمطر اه او الدنيا بتمطر معانا المطر اخيل بس فيه ناس ما تحبهاش هي دي بقى الاختلافات اللي هو احنا اتكلمنا في الاول على الحالة النفسية الحالة النفسية دي هي العامل اساسي التريد مارك بتاع كل حاجة بس احنا بنتجهالها يعني حتى الدكتور النفسي في اوروبا هو نمبر وان اه واغنى واحد